تعالوا نبتدي اول حاجة هنعمل احنا بنقول الالسة of variance فاحنا هنشوف ايه هو الvariance ايه هو الvariance تمام خلي بالكواف تكروا حاجة اه ودكتور احمد الله الرحم وقالها في اليوتيوب فيديو الستاتيستيكال تيست بتعتمد على الvariance اوكي الستاندر دفيشن ده اتعمل for a interpretation ماينفعش اروح اقولك انت متوسط سننا خمسين سنة plus or minus 10 years تربيع انا بعمل ايه انا بعمل ال square root of the variance عشان خاطر اقدر انتربيت انما الvariance لو بسيطوا هتلاقوا الستاتيستيكال تيست معمولة اساسا على ايه الvariance طب ايه الvariance الvariance هو ال sum of square اه صح sum of squares على ال degree of freedom صح مش ده اللي احنا كنا بنعمله في ال analysis of variance اضيف الvariance sorry في ال equation بتاع الvariance طيب ال equation بتاع الvariance دي كانت عاملة ازاي انت كنت بتعمل ايه انت انت كنت عندك مسلا لنفترض المين خمسين مسلا وعندنا اشخاصهم دول المين بتاعهم خمسين بتاخد الفرق ما بين الشخص ده سنه والخمسين سنة وتاخد الفرق ما بين الشخص ده والخمسين سنة والشعر ده والمين والفرق ما بين الشخص ده والمين والفرق ما بين الشخص ده والمين صح? وكت بتربعهم وفي الاخر تقسمهم على اربعة اللي هو طب انت عملت ايه انت اخدت وقسمتها وجمعتها فعملت وقسمتها على عددهم يبقى انت اخدت يبقى هي بتاع بعض الاشخاص عن المين اتخدت بعض الاشخاص عن المين جمعتوا اسمتوا على عددهم يبقى هي زي ده تعالوا نحسب في الاكزامبل اللي عندنا بس الاول نقول الانوبا بيعملها ازاي زي ما قلنا عندنا مجمعتين واحدة الاوتكم اللي يسينه اين كان بالاوتكم البيشنت الاولاني واحد تاني اتنين تالت تارتة الجروب التاني خمسة ستة سبعة طيب هو بيعمل ايه الانوبا يقولك بص انا هاخد السامبل بتاعتك كلها الستدي بتاعتي كلها على بعضها كده ماشي وطلع فيه اشوف معدل الاختلاف في السامبل كلها على بعضها قدي طيب المين بتاعت الناس دي اللي هو واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة هو اربعة يعمل ايه يعمل ببساطة جديدة اللي احنا شايفينه ده one minus four square زائد two minus four square زائد three minus four square زائد five minus four square ده السم طلع تمانية وعشرين ده بنسميه ايه بنسميه total variability انا واخد السامبل على بعضه لكل الستدي total variability وبعدين يرجع تاني لكل جروب جوين يشوف جوه الجروب فيطلع جوه الجروب الاولاني هنا المين اتنين فبقى one minus two square plus two minus two square plus three minus two square طلع اتنين ده sum of square within this group ويروح الجروب التاني يطلع sum of square within this group هنا المين ستة فعمل نفس الكلام وطلع لي sum of square اتنين يبقى اذا عندي ال within group variability اتنين زائد اتنين اربعة دي بنسميه within group variability الاختلاف اللي جوه الجروب اختلاف جوه الجروب دي الاختلاف في total sample طيب جميل انا عندي خد total sample وشوفت الاختلاف جوه وبعدين زي ما قولتلكم بيفكك انت خدت total variability هبتدي افككها هبتدي اقسمها اقسمها ازاي خدت ال within group variability اللي هنا جوه الجروب ده والvariability اللي جوه الجروب ده لما خدت دول من total اتبقى ايه؟ اتبقى ال between group variability 24 اللي هي ايه؟ 28 total minus 4 طلع لك 24 اللي هو between group variability تمام؟ تمام بغاية دلوقتي؟ تمام يا دكتور طيب احنا شفنا الفكرة هل انا ماينفعش ادخل predictor تاني ليه عم؟ مسألة ايه؟ هو بيفكك variability طب يعني ايه؟ لو دخلت predictor diabetes هامل ايه؟ بسيط هيدفايد sample بدل ما هي blue treatment و red treatment يقولك لا blue treatment diabetic blue treatment non diabetic red treatment diabetic red treatment non diabetic تدخل hypertension اقولك يميل او رايح على blue treatment ده اقسمه diabetic with hypertension diabetic with no hypertension وعندك non diabetic with hypertension non diabetic with no hypertension تمام؟ ويعمل نفس الكلام في red treatment بدأ يقعد يقسم 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 ويشوف كل واحد بيفسر قد ايه؟ من total variability هو ده اللي بيعمل طب تعالوا نرجع تاني للone way and over اللي احنا في ده لو انا عندي الواحد اتنين ثلاثة دول ارقامهم بقت نص واحد واحد ونص يعني اتحركوا الناحية دي وعندي red treatment دول ارقامهم بقت سبعة وثمانية وتسعة ده خمسة وستة وسبعة سبعة وثمانية وتسعة يتحركوا اليمين كده تمام؟ هل هو هنا هيتحرك شمال كده ويسيب المين بتاعه عند الاتنين ولا هياخد المين بتاعه هناك؟ شمال انا عندي one two three بقى بقى values بتاعتي نص وواحد وواحد ونص تمام؟ فعندي values تحركت شمال كده الناحية دي وهنا بدل خمسة وستة وسبعة بقوا سبعة وتمانية وتسعة تحركت اليمين كده هل دي لما تحركت شمال المين بتاعها فضل اتنين زي ما هو ولا هتاخد المين وتروح شماله؟ هتاخد المين وهنا لما اخدت اليمين دي هتاخد معها المين مش هيفضل ستة هتاخد المين بتاعها هيمين فهنا بقى تقدر تشوف ان لما هيحصل هو بيقارن ما بين المين يعني هو كل العمل هو ما خدش بس هو عن طريق انه خد عمل هو تقريبا قارن ما بين المين إن دايريكلي لانه لما دايروح النحية دي ولما دايروح النحية دي هياخد معا المين النحية دي وهياخد المين معا النحية دي ويزود ال بين جروب فهو بيقارن ما بين المين عن طريق انه بيكمبير تعالوا نتخير ان موضوع مع ال total variability وال between group variability والكلام دا عامل زي مساحة الشقة انا عندي شقة المساحة بتاعتها دي هي دي total variability تمام دخلوا العينين عملت long randomization وكل واحد دخل في اوضة كل جروب دخل في اوضة مساحة الاوضة دي بتعتمد على ال within group variability دي مساحة الاوضة ودي total variability ماشي الـ Between Group Variability هي مساحة الطرقة اللي انتم شايفينها بالأخذر دي كل ما الـ Within Group Variability قلت كل ما الـ Between Group Variability زاد يعني كل ما الـ Groups بقت نتيجها قريبة من بعضها وما اختلفتش مش واحد خف قوي بنسبة 50% وواحد خف بنسبة 90% وواحد خف بنسبة 20% وواحد خف بنسبة 10% الـ Variability Within The Group عملا تكبر تكبر مساحة القوض عملا تزيد 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 لغاية ما تقريبا هيبدو دخلين على بعض نفس الحيطة لدرجة ان احنا ممكن نهد الحيطة دي والـ Blinded Assessor اللي احنا بروح نعمله Blindness مش احنا الـ Assessment بنخلي واحد Blinded مش عارف الـ Treatment مش عارف الـ Patient اللي جاي له ده تبع أنهي جروب يبص كده على النتائج يقولك العينين دول اللي دخلوا انا استيلهم النهاردة دول شكلهم تقريبا من نفس الـ Group شكلهم واخدين نفس الـ Treatment هو Blinded مش عارف هم تبع أنهي بس عشان خاطر الـ Within Group عملا تزيد عملا تزيد عملا تزيد عملا تزيد كالتل Between Group Variability فبقى تقريبا ما بقاش فيه difference ما بينه بقوا نفس الحيطة شوية وهنهد الحيطة ونقول لهم انتو بقيتو زي بعض وعشان كده انت بتحاول بقدر الامكان بتقلل الـ Within Group Variability لما بتاخد patients with characteristics comparable تمام انت بتقلل الـ Within Group Variability عشان Between Group يبان ويظهر ونشوف الفرق ما بين الـ Treatments فيه claims على clinical trials ان هي مش realistic ليه مش realistic يقولك انت واخد ناس بكاركترستيك معينة under controlled condition بتديهم treatment بالشكل الفلاني وبتعمل كذا وكذا 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 عنده حق عنده حق It's one of the claims على clinical trials بس تعال اقولك حاجة انت لو في clinical trials وفي controlled condition وانا مقلل الـ Variability على قد ما اقدر للـ Within لو مظهرش عندي Between Group Variability ما هو مظهرش الـ Between Group Difference وانا under controlled condition اعرف لما تروح لـ Observational Studies Post Market تمام مش هيظهر اي حاجة لان هو اساسا فشل في ان هو يعمل في controlled environment اعمل زي ما تكون واحد كده مربيه عندك في البيت واقفل عليه ومش مخلي حاجة تيجي جنبه ومش مخلي الناس تتعامل معاه ولا يخدعوه ولا يتحكوا عليه ولا يعملو كذا وكذا وكذا لو هو جوه البيت ده ما اثبتش ان هو responsible اعرف انه لما يطلع بره البيت هيتلطش انما لما يثبت ان هو responsible جوه البيت احتمال ينجح واحتمال يفتح مش هلما يطلع بره هي نفس الحكاية لازم التريتمينت ينجح في controlled environment وانا مقلل ال within group invariability على قد مقدر لدرجة ان انا بدي the highest probability ان التريتمينت يبان الافكت بتاعه قبل ما اروح اطلعه بره واجربه على population كبيرة وهشوف بقى ناس ب different characteristics والناس بتاخده ب different doses ومش عارف ايه والكلام ده كله عشان اشوف هيعمل افكت ولا لا لو ما اثبتش نفسه في clinical trial يبا اذا الخطوة دي ملهاش اي معنى لازم يثبت نفسه هنا الاول يبا اذا احيانا statistics بتخليك تاخد شوية insights into the research design هو على فكرة by the way يمكن هنا بعينها شوية انما هي نفسها في student test انت student test بتاخد ايه؟ مش بتاخد من A minus من B وتقسمه على standard error طب ما انت standard error ده جاي من variability بتاعت A وال variability بتاعت B طب ما variability بتاعت A و B دي لو زادت ما انت هتقسم على رقم اكبر وبالتالي T value دي اللي انت طلعت لك دي هتقل وال probability انك تلاقي significant difference between the groups هيقل هي نفس الفكرة هي نفس الفكرة كل ما variability تزيد كل ما probability انك تلاقي difference يقل ليه؟ لان انت دايما بتقسم على variability انت عملت اقسم على variability فلما تزيد هتضيع effect of the treatment هيبعامل زي نوز كده ما بقيتش عارف هو في فرق ولا ما فيش فرق ما بين الاثنين ليه واحد متحسن قوي في treatment الاولاني واخد treatment A ومتحسن قوي والتاني مش متحسن قد كده treatment B نفس الكلام واحد طالع قوي ومتحسن زي الفل 90% والتاني متحسن 10% فانت مش قادر تفصل بينما لما اخد مثلا treatment A الناس بتتحسن 90% 95% و 80% و 85% ما بيقلوش عن 80% بينما treatment B اللي بيتحسن بتحسن 10% و 20% ما بيتعداش 25% بقى في difference واضح وقدر تشوفه مدام ال variability قلت هتقدر تشوف ال between group differences طيب تعالوا نكمل انا لغاية دلوقتي ما حسبتش غير ال sum of squares انا لسه عشان احسب ال variance لازم اسم على degree of freedom طيب انا هو عندي اهو ايه دي total variability اللي احنا حسبناها في total sample وهدي ال within group لما طرحنا 28 من 4 طيب ال 24 between group variable degree of freedom for the groups كانت ايه؟ number of groups minus 1 انا عندي 2 groups minus 1 ب 1 طيب degree of freedom لل within group كانت كام؟ هقولك الجروب الاولاني هو السامبل بتاعته minus 1 والجروب التاني السامبل بتاعته minus 1 انت عندك 3 في كل group يبقى 3 minus 1 ب 2 و 3 minus 1 ب 2 يبقى مجموعهم 4 يبقى اذا مثل it's the total sample minus the number of groups total sample بتاعتك 6 minus number of groups 2 هيساوي ال 4 طيب ال variance بيبقى ايه؟ sum squared على degree of freedom ف ايه دي 24 4 على 4 ب 1 24 ب 1 طيب ال F دي ايه؟ اسم ال 24 على ال 1 اسم دي على دي هيطلع لك 24 ايه معناها بقى ال F دي؟ تعالى هقولك معناها لما فسرلك يعني ايه؟ between group variability ويعني ايه within group variability between group variability احيانا بيطلق عليها effect زي ما انتو شايفين كده او احيانا بيقول عليها explained variability ليه؟ لان انت عندك زي ما قلنا العينيين جايين بنفس characteristics من نفس population الاختلاف الوحيد اللي ما بينهم ان treatment كان مختلف واحد خد treatment ايه؟ واحد خد treatment بيه فلما حصل اختلاف في outcome التفسير بتاعه هو different treatment فمعناها ان دي explained variability الاختلاف اللي انا شايفه ما بين groups ده مفسر نتيجة طيب within group variability within group variability حيانا بتقيل عليها unexplained variability ليه unexplained variability لكن unexplained variability لان انت نفس group وزي ما قلنا نفس characteristics جاي من نفس خدت نفس treatment ومع ذلك في واحد خاف واحد ما خافش تقدر تفسرها؟ هل انت ليك تفسير لها؟ في الاستادي ما قلتش انو لاش تفسير في الحياة الله اعلم بس هل في الاستادي دي لها تفسير؟ ما لهاش تفسير فبالتالي بنسميها unexplained variability او احيانا بيطلق عليها residual variability هو الجزء المتبقي من total variability اللي انا مش عارف افسره انا قدر تفسر 24 من 28 لا بعضهم مش عارف ففسرهم فاحيانا بيتقال عليها unexplained او residual واحيانا بيتقال عليها error error دي يعني ايه؟ ان هو نتيجة error المفروض كلهم يتحسنوا بنفس الشكل طب ما تحسنوش بنفس الشكل ايه؟ error طب انا اسمت على يعني معناها الاف دي ايه؟ معناها ان انا قدرت افسر 24 times اللي انا مش عارف افسره انا قدرت افسر 24 times اللي انا مش عارف افسره وبعدين تقوم مرايح واخد الاف دي وتروح لفشر تيبل تقول له يا عم فشر انا عندي الاختلاف اللي بين الجروبس 24 ضعف الاختلاف اللي جوه الجروبس احتمالية ان التريتمنت دول يبوا زي بعض هيقول لي احتمالية ان التريتمنت دول يبوا زي بعض والاختلاف اللي انت شايفه ده نتيجة التشانس هو تمانية في الالف تمانية في الالف طيب يبنى ها conclude ان ازاي اكتب الكلام ده بنكتبه كده بص بيتكتب ازاي بيتكتب ادف الف 1 كما 4 1 اللي هي degree of freedom 1 4 اللي هي degree of freedom بتاعت الوذين فانت لما تلاقي تعرف على طول الن ده اه ده واحد عنده 2 جروبس وعنده سامبل سايت ستة لما واحد يكتب لك F 2 مثلا 57 50 يبقى معناه ان هو واحد 3 groups وعنده السامبل سايت بتاعته ستين اي دي اهو 3 groups minus 1 2 وعندك total sample minus العدد بتاعت groups يبقى 60 minus 3 بال 57 يبقى ده لما تيجي تقرأ عشان دي هتقرأها كتير في اسمه ده في عشان ما تقرأ بس ما تحسج ان هي ارقام عالفاضي تبقى فهم انت بتقرأ طيب انت بيجي لك من السوفتوير زي ما انت شايف كده بيجي لك الجداول اللي انت شايف هدي فبيجي لك بيقولك والله الدسكريبته بتاعي التreatment A treatment B treatment C number of patient can 30 mean treatment A can mean 3.2 still plus or minus 17.76 treatment B number will mean standard deviation with treatment C نفس الكلام this is your descriptive statistics وبعدين يقولك inferential statistics بتاعتك الانوفا بقى result بتاعته ايه وهو بيقولك بص between group ادي between group variability اللي هي جاية من ايه من total minus طلع لك between group variability وإحنا خلاص فهمنا 30F ده معناها ايه ان treatment قدر يفسر 30 times اللي مش قادر يفسره وبالتالي significance كان كام significance كان واحد في الأدخ تمام تمام ايه دي هو البي فاليو اهي و ايه دي الاف دلوقات احنا بقينا نقدر مفروض نقدر نقرأ الانوفا تايبو ده على بعضه هفهمين جاي منين واتحسب ازاي وجات منين كل حاجة بتاعه طب لقيت significant difference هل ده معناها ان فيه treatment في عينه مختلف عن treatment التاني هقولك لا ده بيقول انها التلاتة على بعض كده فيه اختلاف ما فيه اختلاف ما بين at least two groups منه هعمل ايه؟ هعمل post hoc pairwise comparison هستخدم ايه؟ هستخدم البنفروني correction اهيه وهتلاقي اعمل لك جدول وبيقولك البي فاليو دي after the correction دي after the correction ماشي؟ يعني انت بت report it as us قالك treatment a و treatment b ما فيش significant difference ما بينهم treatment a و treatment c كان فيه significant difference ما بينهم لان the probability in the two treatments the difference اللي انا شايفه ده اللي هو ال 25.7 ده انه يبقى due to chance هو واحد في الالف treatment b مع treatment c برضه كان significantly different يبقى الواضح ان treatment c هو اللي مختلف عن treatment a و treatment b بينما treatment a و b الاثنين مش مختلفين عن part what should we report should be reported an interpret reported descriptive statistics اللي هي mean standard deviation 95 confidence interval تمام ال inferential statistics اللي هي ال f value اهي موجودة عندك في ال table اللي هي بتطلع لك ال exact b value اللي لو هي أقل من واحد أقل من واحد في الألف فبنكتب أقل من واحد في الألف will be values for the post hoc test اللي احنا قرناها مع بعض في ال post hoc test طيب ال effect size ال effect size زي ما قلنا it's highly recommended عشان خاطر citation النمبر واحد النمبر واحد الى جانب ان ال effect size actually في ال في الانوفا ليه معنى ليه معنى ومعنى مهم ايه بقى ال effect size عندي عندي ال eta square والوميجا سكوار الوميجا سكوار لو السمبل بتاعتي قليلة صغيرة تمام و ال eta square دي لو السمبل كبيرة طبعا لو بصننا هنا دي ال equations بتاعتهم تعالوا نبص على ال eta square ال eta square بيقولك sum of squares between group على sum of square to ten تمام خد ال between group ده اللي هو 1400 1400 1847 و اسمها على ال 360013 طلع له كم؟ طلع له 0.41 يعني ايه 0.41 معناها ان 41% من هو نتيجة ليه ما هو انت هو انت مش بتقولي ان between group دول هو و اه والتوتل الاختلاف في كل السمبل اه يبقى لما اسمت على التوتل يبقى انت بتقولي كم في المية فهو واحد واربعين في المية من اللي انا شايفها في ال outcome ده تفسيرها هو فال اتا square ليها معنى ف report the eight square ليها منطق ليها لها هتقولي 41 ده اقلم 50% يعني يسيبك انت من جو السنوية العامة والدراسات اللي يخدش في ال 80 و 90% 41% ده رقم رقم كبير انت مفسر اختلاف كبير 40% ده رقم كبير طيب ايه ال conditions of application تعطي ان انا عندي ال groups يبقى independent وطبعا choosing at random خلاص احنا بقى حفظنا وانا ايه ان الموضوع ده منتهي لازم يبقى random وانحنا عارفين انه هو احنا بنتكلم على groups independent اللي هو موظم الشغر بتاعنا طيب ال variable of concern يبقى normally distributed خلاص كلمنا في ده ومش هنبص عن non normally distributed data دلوقتي و equal of variances لازم تبقى among the compared groups لازم تتأكد ان there is no significant difference in the variances between the groups دي بالإيه باللبينيس تست بردو وهنشوفها في ال practice بتطلع ازاي طيب لو انا عندي small لو انا عندي small sample الممكن تؤدي بعد كده ان ال variances تبقى significantly different عن بعض وبالتالي يبقى عندي variance in equality بستخدم another test بنسميه velch f test تمام والvalch test هو بيعمل weighing للمين بالvariability يعني ايه يعني بيقول لي بما انك انت عندك inequality of variance انا هقارن ما بين المينس جميل بس مش هينفع هقارن ما بين المينس وضغادة عن موضوع ال inequality اللي انت طلعته ده اللي هو عندك ده ما ينفعش انا سيبه يعدي كده بسهولة طب هتعمل ايه والله اقول لك ايه انا هقارن ما بين المينس بس هوزن كل مين بالvariance بتاع الجروب بتاعه وبالتالي هو بيقارن weighted means ايه شي غض النظر جماعة لما تلاقوا inequality of variance استخدموا ال valch ليش الانوفا عشان دين من حاجات ال soft form يعني sbss ماسل يعني بزي في التي تست بيطلعه automatic في الانوفا لازم تطلبه فاذا ما كنتش هتطلبه مش هتعرف نتايبك طيب اه في another test اسمه وده من استخدامه سامبل لما يبقى مثلا عندك بقى less than 6 patients per group أو 10 per group وده اكتر يبقى في الألمال work ايضاً الألمال work للناس اللي شغالة فيه هتلاقي انه هو الأنوفا بيستخدم كتير مع انه هم عندهم تقريبا مثلا فيه groups كتيرة بتتعداش العشرة مثلا تلاقي عشرة rate per group لانه فيه one of the principles of the sample بتاعتهم اللي هي reduction انه هو لازم ياخده سامبل على اقل قدر من السامبل الموجودة يعني حفاظاً على حياة الحيوانات فده one of the principles عندهم فانا معرفش انا بصراحة مش عارف ايه الفكرة انه هو بيستخدمه الأنوف يعني مش عارف تفسيرها الاحصائي يعني بالنسباني مع كل الحاجات الاحصائية اللي قارتها هي ما ينفعش يستخدم بس هو it's an accepted وده من الحاجات اللي احياني اقولك ايه يعني ممكن لو واحد مش شغال في الأنوال work يقولك الكلام ده مرفوض بينما واحد شغال في الانيمال studies وهيريفيوه هيلاقي ان الموضوع ده accepted عندهم ان هو مدام متأكد ان ال data normally distributed ان هو يستخدم الأنوف فاتس اوكي ان دير فيلد ولو حد هنا بيشتغل انيمال وورك ممكن يعني يقولي برضو احيانى! 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 اس عارب! ترجمة نانسي قنقر